في فكرة تاني بيقولوا أنه كارثة تاريخية لكن محلية في موقع واحد طبعا ده فكر هنقشه بالتفصيل وهنعرف أنه مش ممكن يكون حاجة محلية في منطقة واحدة لأنه ما كانش فيه داعي لبناء الفلك كان الله يقول لنوح هاجر وروح في حتة تانية ما فهش طفان فده طبعا فكر مش مزبوط في فكرة تاني أنه طفان تاريخي وحصل بس كان هادئ بس ده يسموه contradictory of terms يعني بيضات بعضه لأن كلمة طفان معناها حاجة كارثية ضخمة فمش ممكن فيها بركين وفيها يعني بالضبط وعشان كده الناس اللي بيقولوا طفان تاريخي عالمي هادئ عايزين يقولوا أنه ما فيش أثر لهذا الطفان فيفسروا الحفريات وطبقات الأرض على أساس أنها ملايين السنين ده الهدف من وراء هذا الفكر في فكرة رابع بيقول أنها أسطورة دي مثل دي حاجة متخدة من حضارات قديمة والإنسان ألف هذا الموضوع طبعا موضوع الإسطورة ده موضوع غير قائم بالمرة لأن فيه قصص الطفان بتصل لحوالي 200 قصة في العالم كله في كل بقاع العالم وده يدل على أنه كان فيه مصدر واحد لهذه الحدث وبعدين لما الناس انتشروا بعد برج بابل أخذوا هذه الحقائق لكن شوهوها حسب الكولتشرز بتاعتهم حسب الثقافات المختلفة أيها فالخطين الأخرانيين الثالث والرابع في الفقراء مش محتاجين نصرف وقت طويل نتكلم عنهم لكن هنتكلم عن الأولاني والثاني إنه كارثة تاريخية عالمية إنه حرسات إنها حتمية أكيدة في كلمة الله في الكتاب المقدس ومثل ما ذكرت في حلقة سابقة عن الفلك لما تكلمنا عنه إنه الشيء اللي بيلفت انتباهي هو التسلسل التاريخي والتسلسل الأدب بالفكري عمش عم بدخلك في حاجات من الميثولوجيا مثل ما تسمعها في أراء تاني بيتكلم عن أرقام بيتكلم عن التواريخ بيتكلم عن أحداث بيتكلم عن تسلسل في الزمن وهذا بدل على صدق طبعا الوحي وصدق كلمة الله بالتأكيد وعلشان كده أنا بحبش أقول قصة الطفان أنا بقول أحداث الطفان لأن دي أحداث حصلت في التاريخ وفي الزمن وفي المكان فهي أحداث حقيقية ولازم نتعامل معها على هذا الأساس ترجمة نانسي قنقر